موسيقى السلام عليكم ازايكم لما تيجي تبص على العلاقات المصرية الروسية حتلاقي ان العلاقات دي في الفترة الاخيرة شهدت عدم استقرار وموضوع ده جديد جدا ليه؟ خلي بالك الروس اكتر ناس وقفوا معاك بعد صورة 30 يونيو يعني الروس كان موقفهم واضح معاك طول الخط لان هما كانوا كارهين جدا للاخوان المسلمين بوتين ما كانش اصلا عاوز يقابل مورسي واول ما مورسي اتشال خلص هو حاب الرئيس من مصر عفتاح السيسي وقابله اكتر من مرة ودخلوا مبنى وزارة الدفاع الروسية وخلاه يزور روسيا وكان بيقابله بنوعه كبير جدا من الاحترام الكبير لوزير الدفاع يعني خلي بالك رئيس من مصر عفتاح السيسي لما زار موسكو وقابل بوتين دي مكادش مراصم استقبال وزير دفاع ابدا هتقولي اصلك انا عارف ان هو كان جاي رئيسه الكلام دي كله بس برضو مش مراصم استقبال وزير دفاع هو هتنسى الحركة اللي بوتين قدى الجاكب بتاعه للرئيس المصري عفتاح السيسي تنساش الحركة دي ولا ان الرئيس المصري عفتاح السيسي زار منشآت عسكرية اتطلع على اسلحة روسية متقدمة جدا ما كانش تمل اعلان عنها خطب في البرلمان الروسي فالروس كانوا معاك في حين ان الغرب كان ملقلق يعني بعد احداث رابعة وبعد الصورة بتاع 30 يونيو الغرب كان كده كان بيسمح للاخوان ان هما يتكلموا في اي حتة يسافروا اي حتة داخل اوروبا يطلعوا حتى في قناوات يعني خلي بالك البي بي سي والدوتش فيلا كان بيستضيفوا اخوان يطلعوا يقولوا رأيوه البرلمان السويسري كان بيسمح لمعتز مطر ان هو يعمل لقاءات انت ناسي ولاي والبرلمان بتاع النمسا النمسا كان بتستقبل اخوان الغرب كانش خط قراره في حين الروس كانوا معاك كده امريكا بقى كانش معاك خالص امريكا كان ساعتها بارد أوباما كان واقف بس على كلمة يقول بس ان هو انقلاب وساعتها العلاقات المصرية الامريكية كانت هتتنقاطع تماما لان لو قالت كلمة انقلاب كان لازم يفرط عقوباته وساعتها كانت العلاقات هتروح في الستين ده خلص كانت مصرح تروح للمعسكر الروسي والصين الموضوع حينتهي بس الراجل ما قالش كلمة انقلاب وقطع عنك كل حاجة تقريبا يعني وقف المعونة العسكرية وقف كل حاجة حتى كان لك عنده طائرات اباتشي مرجعها لكش قالك لأ الطائرات والاباتشي اللي بتصلح عندنا دي مش هنرجعها لك هتفضل تصلح فقا الى ما لا نهاية في عز هجمات الارهاب كان بارد أوباما وقف ضدك هترجع تقول لي يا عم انت دلوقتي جاي بتشكر في الروس وانت من كم يوم كنت عملتش تنفيهم بص انا مش هتمتش في الروس ده اولا تاني حاجة بالفعل كان في مصيبة صودة في العلاقات المصرية الروسية لازم تبقى مطيق من كده العلاقات المصرية الروسية مكتش راحة في احسن حاجة تماما وده مش كلامي ده كلام الاعلام كله يعني حتى الاعلام الغربي كان حطت ايضا عن موضوع ده يقولك لا العلاقات المصرية الروسية مش تمام وبص على مشاركة مصر في مناورات سي بريز وعلى فكرة مناورات سي بريز الاعلام مصري مكتش اصلا دي كان حاجة جريبة يعني مفيش برنامج مصري واحد قالك ان مصر شاركت في مناورات في البحر الاسود دلروسي كان حاجة جريبة جدا ولا حتى جريدة على استحياء تماما بص على الاعلام العربي ولا فاتح بقه ده حتى الجزيرة ما قلتهاش طب الاعلام الغربي الاعلام الغربي برضو يعني كده تحس كده ان هو حدث عادي يعني ايه لما مصر تشارك معنا في اول مرة في تاريخها في مناورات ضد الروس اما على الجانب الاخر روسيا فكانت بتهجمك علي يعني طلقت في مجلس الامن هجمتك وقيتلك لا 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 اوعى نسمع نبرة فيها تهديد في ملف سد النهضة ابدا سنكون صريحين نعبر عن قلقنا اذا تنام الخطاب التهديدي الذي لا يؤدي الى حل متفوض عليه نحن على ثقة بان الاتفاقات حول التنمية الاقتصادية والاجتماعية يجب ان لا تؤدي الى تهديد السلم والامن مش بس كده تعال بص على توقيع روسيا الاتفاقية عسكرية ما اقفوك توقيت الاعلان عن الاتفاقية ما كانوا في قديسة بابا حاجات غريبة جدا مش متعودين من روسيا تاخد مواقف عدائية ده اللي بيثبت ان كان فيه مصيبة صودة في العلاقات وتلمت طب ليه تلمت تلمت لان سفير روسيا في القاهرة مبارح اسمه جورجي بوريسينكو خلاص هو اسمه كده طلع في قناة التاني مبارح مع الاعلاني عمرو عبد الحميد في برنامج رأي عام طيب حتيجي تقولي قصل اللقاء ده اتخطف او اللقاء ده اتعمل بدون ترتيب والكلام ده كله ابدا خلي بالك السفرة توقيت تصريحاته مهم جدا نوعية التصريحات ايه اللي حيتم التصريح بيه كل ده مدروس بعناية بعناية البرنامج ده الراجل مخطفوش او سفير روسيا طلع في البرنامج بتاع رأي عام ده على حسب الوقت بتاع البرنامج مفيش الكلام ده التوقيتات بتاعت التصريحات بتاعت السفرة او الدبلوماسيين تبقى معمول حسابها بعناية فانت لما يطلع عندك سفير روسيا يطلع بالتصريحات دي كلها ده قال مبارح كمية تصريحات تجير طبيعية تحس ان كل الاخبار اللي كانت طلع عنه العلاقات المصرية الروسية ولا حاجة ولا حاجة طلع يقولك ايه اول حاجة يعني قالك على فكرة الاتفاقية العسكرية اللي وقعناها مع اثيوبيا روتينية نعم اه روتينية واثيوبيا والهذه الاتفاقية الخاصة بالتعاون هي تحمل طبع اطاري او اكثر وهي واحدة من احد الاتفاقات الروتينية يعني عادي ده اتفاقية تكونية ومفاش حاجة ده كده بيتراجع رسمي عن الموقف خلي بالك توقيت اعلان روسيا واعلان اثيوبيا عن اتفاقية تعاون عسكري كان حدث جلل انت بتعادي مصر بشكل كبير روسيا تعتبر صحبة الاتفاقية دي لان الاتفاقية دي اعلامية ماشي انا هتفهم روسيا ما باعتش اسلحها اتفاقية اعلامية صدق اعلامي عاوزة بس يطلع في الاعلام ان الروس وقعوا اتفاقية مع الاثيوبيين خلاص ومصر تفهم اللي تفهمهم انبارح سفير روسيا بيقولك لا لا دي اتفاقية روتينية يا تراجع تراجع رسمي بلاش بتلقى قالك ايه قالك على فكرة احنا شايفين ان مصر بتأمن المنتجات بتاعتها بطريقة احسن بكتير والسياحة خلاص راجع يوم 9 اغسطس والسياحة راجعين تاني وحينزلوا مصر تلقى جرعتين من عقار سبوتنك في ده عشان ما يكونش عمل مسحة بي سي ار لو ما تلقاش لقاح سبوتنك في لازم يعمل بي سي ار او مسحة معلش عشان النقطة دي مهمة جدا لان في ناس كان بتقول لا دا الروس حييجوا من غير ما يكونوا متلقحين ويرورنا كورونا ويعملوا فيش الكلام دا كون مصر متنازلتش عن اي حاجة السياحة الروس جايين واخدين لقاحات وخلي بالك روسيا متوسع جدا في اللقاحات دي فدي معلومة مهمة ان مصر مأمنة نفسها من موضوع كورونا ده اولا تاني حاجة السفير الروسي قالك على فكرة دي احنا هندي مصر عشرين مليون جرعة سبوتنك في زيادة قالك اصل مصر واخدها ترخيص انها تنتج أربعين مليون جرعة واحنا هنزود عليهم عشرين مليون جرعة هنديها المصر على طول كلي بالك المانيا برضو هتبعتلك شحنة فايزر يعني جايلها شحنة من فايزر هتبعتها المصر كلمة بتاعت ماندوب روسيا في مجلس الامن اللي قالك فيها احنا مش عارزين نسمع لغة تهديد بين الدول التلاتة ولا حد يهدد حد وموضوع سد النهط ده يخلص بمفاوضات وكلام ده كله انتوا فهمتوا الكلمة دي غلط نعم ها قالك لا انتوا فسرتوها غلط الكلمة دي مش صراحة كده تماما الكلمة دي كان معناها ان روسيا متفاهمة تماما ان موضوع ام مية ده مسألة حياة او موت بالنسبة المصرية رأينا الكثير من المعلومات في المقالات المصرية ومواقع التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بان روسيا قد انحازت الى الموقف الاثيوبي اثناء مناقشة هذا الامر في مجلس الامن فيما يتعلق بسد النهضة للأسف هذه التعليقات في مجملها كانت تستند على تفسير خاطئ ولكن روسيا تتفاهم جيدا ان موضوع النيل وحجم الموارد المائية من النيل التي تتحصل عليها مصر له مسألة حياة مسألة حياة بالنسبة للشعب المصري ان روسيا تتفاهم يا جماعة الناس بتلحس كلامها رسمي خلاص بيرجع عن كل حاجة العلاقات بيننا زي الفل زي الفل ولا كأنه كان فيه اي حاجة خالص قالك انتو فسرتوها غلط طيب بص انا فسرتها غلط وكل الاعلام فسرها غلط عامرة قديب فسرها غلط يعني عامرة قديب مفروض راجل يعني ده برنس بتاع التحليلات فسرها هو كمان غلط ما تتفسرش غلط بس هو الراجل بينسحب يعني بيلحس الكلام كله انا بقولك فيه مشكلة كبيرة وتحلت يعني كان فيه مصيبة وتلمت بلاش كده تلع قالك موضوع ان فيه تأخير في المفاعل النوي لها مفيش اي كلام ده كله ده وزير الكهرباء الاستاذ محمد شاكر او الدكتور محمد شاكر راح وقع على عقود تنفيذ تصنيع اول اجزاء المفاعل النوي وبالفعل تم تصنيع مصيادة المفاعل النوي وتصنع جزئين يعني هو بيقولك ما صنعناش جزء واحد احنا صنعنا جزئين والمفاعل النوي ماشي زي في فلح خلاص تفسيره تفسيره بقى ان كان فيه مشكلة بين مصر وروسيا قالك على فكرة بقى اللي بيقول كده الاعلام الجاربي ليه قالك وخاصة بريطانيا نعم اه انتعرف ليه بريطانيا عشان فيها اخوان مسلمين كتير جدا ودول هم اللي اثروا على الاعلام البريطاني وهم اللي فسروا العلاقات المصرية الروسية بطريقة خاطئة بس العلاقات الروسية المصرية ماشية زي في فلح بص وانا معنديش اي مشكلة في اللي هو بيقوله وانا مش هعلق على كلامه لسبب واحد ان الراجل عاوز يطلع يأكد قوة العلاقات المصرية الروسية مش بس كده كل الاخبار اللي طالع عن مصر وروسيا يعني خش دور هتلاقي العلاقات المصرية الروسية على احسن ما يكون على احسن ما يكون خش بص على الاخبار زي الفل ما شاء الله يعني في حاجة مهمة جدا لازم تعرف ان الخلافات بين الدول لما بتتحل العلاقات بترجع اقوى من الاول لازم تبقى وافق من كده اي حد وعلى فكرة حتى في العلاقات الشخصية لما تزعل من حده وتصلحه انت بتبقى علاقتك بيه افضل بالاول خلاص انت حصل بينكو خلاف عرفته بعض عرفت انت لما بتبقى زعلان ايه اللي بيحصل وانا عرفت لما ببقى زعلان ايه اللي بيحصل في الاخر علاقاتكو بترجع اقوى نفس اللي بيحصل بين الدول بص على موقف بوتن لما هنى الرئيس المصري عفتاح السيسي والرسالة نفسها غريبة جدا يعني بوتن بيهني الرئيس المصري عفتاح السيسي بذكرى ثورة اتنين وخمسين قال له صديقي العزيز ارجو ان تتكبر بوتن مش متعود ايه بعد رسالة زي كده بوتن ايه يوم ما بيهني حد بس يعني الكلام اللي بعته فلادمير بوتن للرئيس المصري عفتاح السيسي في نوع من انواع الاحترام الكبير جدا تاني حاجة برضو برضو الاعلام مداش الرسالة دي حقها يعني الرسالة دي اتبعته 23 يوليو بيقوله فيها صديقي العزيز ارجو ان تتقبل تهنئتي بذكرى الثورة العظيمة بتاعت 1952 كلام عظيم جدا طيب انا بس اللي عاوز اقوله حاجة واحدة في خلافات مفيش خلافات في الاخر انت انتصرت لان انت محدش عارف العلاقات دي تصلحت ازاي ومحدش عارف بازت ازاي يعني محدش عارف بازت ازاي ولا تصلحت ازاي ليه بقولك كده تاني محدش عارف ليه مصر شاركت في مناورات سي بريز هل لاستفزاز الروس ليهم ولا هم اللي رايحين يستفزوا الروس محدش عارف ومحدش عارف ليه روسيا راحت دلوقتي بتتراجع عن موقفها تماما وبتوثني على علاقاتها مصرية الروسية انا بس اللي عارفه حاجة واحدة ان احنا في موقف قوة ان احنا علاقاتنا مع كل الدول تاني حاليا ملكش اي اعداء تماما معدل الاثيوبيين ماشي يعني على الورق انت منكش عادة جير الاثيوبيا فقط اللي بتبني ساده عاصة موتنا غير كده انت ناجح كده في علاقاتك الدبلوماسية الخارجية مش بس كده انت بتستفيد اقتصادية من شكل كبير مفيش دولة تقدر تمنع مستثمر عن الاستثمار في مصر بالعكس لو مستثمر عاوز يستثمر في مصر هتقول له روح عندكش اي خلافات ولا حتى ان انت تروح تبعث استثمارات لبرو يعني انت لو عندك برضو لنجيب سويروس عاوز يستثمر في اخر حاجة رايح استثمر في ايطاليا عندوش مشكلة ايطاليا يعني عندوش مشكلة موضوع رجيني هتفهم بس في الاخر المشكلة العظيمة احنا مش قاعداء يعني على السطح احنا مش قاعداء في مشكلة بنا وبين بعض بس في الاخر مصر وايطاليا اصدقاء في الاخر يا رب ما كنش رحت لك الموضوع بشكل مبسط ارفع راسك فوق انت مصري وماشي صح واخر نقطة خطيرة ان الروس هم اللي اعلنوا عن طريق سافرهم ان العلاقات زي في فل مش مصر اللي اعلنت اقف عند الحتة دي مش سافير مصر في موسكو هو اللي اكد ان مفيش مشكلة ده سافير روسيا في مصر هو اللي اكد ان مفيش مشكلة ويا رب انصر مصر وحنفضل اقوية ان شاء الله بوعون اللي حيضرب وعلي انت عاوزه يا رب اكونش رحت لك الموضوع بشكل مبسط سلام ماش rose موسيقى موسيقى شكرا للمشاهدة